اشتركوا في القناة سريعة وبسيطة وهامة جدا للدكتور علي خالد البراقي حول النوزيمة ونعرف جميعا اذا ظهرت في المنحل فعلى الدنيا السلام لكن هناك طرق ووسائل وقائية قبل ان تحدث الفجوة الاسهالات عند النحل ما هي وكيف التعامل معها موضوع يهم الجميع تكونوا معها اخ هيثم فعلا هذا السؤال المتكامل دائما والذي يعاني النحالين في انحاء العالم من مرض النوزيمة الذي احيانا يكون مترافقا بشدة اصابة بالفاروة او بامراض اخرى او يأتي هكذا ايضا مرض النوزيمة عموما هو مرض اكثر في المناطق المعتدلة والباردة في المناطق الحارة اذا كانت الادارة سليمة وهذه يجب ان لا يكون هناك نوزيمة فمرض النوزيمة بنوعيه نوزيمة ابيس ولا نوزيمة سيراني هؤلاء يعني قديما كان مطروح ادوية لنوزيمة العادي ولكن بالحقيقة مكلفة جدا ولا تؤدي الغرض عندما تصاب النحلة بالنوزيمة لا يمكن شفاءها ابدا والنحلة عمرها قصير يعني الشغالة عمرها قصير وبالتالي عندما تصاب انا لا اعالج هذا المرض من اجل ان تشفى النحلة التي اصيبت هذا مبدأ يجب ان يعرف كل نحال وبالتالي الخلية التي تصاب بالنوزيمة اما ان تموت بسرعة كبيرة جدا واعراض المرض تكون واضحة وخاصة بالنوزيمة ابيس اما بالنوزيمة سيراني لا درما ان النحال يعرف لان النحل يموت في الحقول والخارج الا اذا كانت في مناطق الباردة جدا تشتيال طويلة جدا فتأتي تفتح الخلية يكون النحل كله قد مات خلال فترة الشتاء بسبب ان هذا النحل يكون قد تعرض لبرد شديد وايضا قد يكون تعرض الى رطوبة حالية جدا واصيب بالنوزيمة والاسعالات تكونها كذلك في المناطق الباردة التي يوجد منها في مناطقنا في بلداننا العربية المناطق المرتفعة كانت في سلطانة عمان في العراق في سوريا في بعض المناطق التي تهطر فيها تلوج ايضا فهذه تحدث وتشجع هذا المرض بشكل كبير جدا واحيانا ينتقل هذا المرض طبعا بين المناحل بشكل كبير جدا وبالتالي انا لا اعالج الخلايا المصابة لانه ليس هناك فائدة انما هناك طرائق الوقاية التي اهمها هي ان يكون خلايا نظيفة خشبية نظيفة تمام خلايا قوية دائما واقراص ليست قديمة دائما تحاشيا لمسببات الامراض ان تكون معششة في هذه بشكل وايضا الاحتراز ان لا يجوع النحل لان هذا من مسببات حدوث هذا وان لا يتعرض للبرد الجديد النحل واخذ الاجراءات الوقائية ضد ذلك يطرح بعض الشركات قد تكون غير مرخصة ويقول لك هذا الدواء يعالج كل شيء نوزيمة ضروة ما بعرف ايش من الامراض الاخرى الامراض البكتيرية والفطرية في النحل وغير ذلك هذا كلام ترويج شركات غير مقبول ابدا ابدا والاسف انه يجب ان لا يكون للشركات غير المرخصة بشكل نظامي والمعتمدة تماما اي اجنحة في المؤتمرات للاسف شديد واحيانا منهم من لا يعرضون في المؤتمرات انما ينشطون بين النحالين في المؤتمرات المحلية للجمعيات الصغيرة ليس هناك دواء ليس هناك دواء شافي تمام لموضوع النزيمة ابدا انما اذا كان نحل بدأ يشعر النحال بان هذا النحل مريض فورا يجب ان يقدم له الغذاء المناسب الذي يكون محلول سكري وانا اسميه شراب الذي يكون فيه نسبة كبيرة من عصائر الفواكه وايضا خل التفاح او الخل العادي او خل اي فاكهة اخرى هذا يساعد تماما على تطهير جهاز الهضم في النحل لكثير من المشكلات المرضية اه اتمنى ان اكون قدمت الفكرة بشكل واضح